السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هشام واليوم جاي لكم فيديو جديد مزايا وحركات مخفية موجودة في ساعة السامسونج ووتش 3 أحدث ساعة تم الإعلان عنها من سامسونج مع مؤتمر النوت 20 أولترا في فيديو اليوم هندكركم بعض المزايا والحركات المخفية الموجودة فيها ولكن في حركتين رهيبتين وهي عبارة عن قائمة سرية من الصعب أنك أنت تصلها إلا لو عرفت الطريقة والطريقة هندكرها في فيديو مفصل لو الفيديو هذا تحصل على تفاعل كبير إن شاء الله حنشر الفيديو هذا لو ما فيش تفاعل أي نعرف أنه كنتم مش مهتمين بالموضوع هذا ولكن أتمنى أنكم تتفاعلوا لو عجبك تعطيني لايك وأيضا تشاركه مع أصدقائك وأحبابك وأيضا لو مش مشترك تشترك في القناة وتفاعل جرس التنبيهات والتبعي في تويتر فيسبوك وإنستغرام ومن غير ما أطول عليكم خير نبدو في الحركات والمزايا المخفية الموجودة في السامسونج ووتش 3 وكي نبدو بأول حركة والحركة هذه هنحتاج لهاتف هذا النوت 20 أولترا عن طريق ساعة الووتش 3 نقدر نتحكم في شاشة الهاتف عن طريق الساعة فأخير نوريكم كيف تضغط على زر الهوم أو القائمة الرئيسية وبعدها تمشي إلى آخر شيء هتلاقي حاجزنا PBT Controller وعن طريقة إما تتحكم به الهاتف أو تتحكم به كومبيوتر لو تحبه فنضغط عليه مرة هيعطينا الخيار هل تريد تتصل به 20 أولترا أو جهاز كومبيوتر فحنا خلينا نحدده بالجالكسي نوت 20 أولترا يقولك تم الاتصال فهذه هي لوحة اللمس والشيء طبعا نبدو أو نشغلو العملية هذه ومنها نقدر نتحكم بالجهاز عن طريق إما الأزرار هذه زي ما شايفين حاليا الآن في مربع طلع على الشاشة وممكن لو نضغط على هذا الزر حينزل اللي تحته أو ممكن حتى نتحكم به عن طريق الإطار الدوار فممكن نطلع فوق بالطريقة هذه أيضا ممكن أن تتحكم في الشاشة عن طريق اللمس وكأنه يعني ماوس فتضغط على لوحة اللمس ومنها لو حركت بالطريقة هذه هتشوفوا أنه فيه ماوس طلع الآن على الجهاز ممكن نسحب وممكن نفتح أي تطبيق من هذه التطبيقات ممكن نمشي لتطبيق الساعة وبعدها نقرأ مزدوجة هيفتح لتطبيق الساعة وما إلى ذلك فباختصار عن طريق الساعة هذه ممكن تتحكم في الجهاز بالكامل طبعا هذه وين تنفعك مثلا يكون عندك بريزنتيشن في الكلية أو لو أنت تشتغل وكان عندك بريزنتيشن فأنت ممكن توصل الهاتف بالشاشة الكبيرة أو البروجيكتور وعن طريقة ممكن تتحكم بكل شيء من ساعتك فهتكون حركة كول بصراحة فجربها مش هتخسروا شيء الحركة الثانية خاصة بالروتيتينج بيزل أو الإطار الدوار زي ما أنتم معارفين أهم ميزة في ساعة سامسونج على الأقل بالنسبة لي هو موضوع الإطار الدوار عن طريقة ممكن تتحكم في شاشة الهاتف بدون الحاجة أنك أنت تلمسها طبعا لما تلمس الشاشة swipe up ولا swipe down يعني أنك أنت تسحب لفوق وتحت في الأخير حتخلي بصمات عديدة في الشاشة فإمكانية أنك أنت تتحكم فيها عن طريق هذا الإطار بصراحة حاجة رهيبة جدا ولكن في ناس تعتقد أن الإطار فقط مجرد أنه يمشي يمين ويصار ولكن بالفعل ليه استخدامات عديدة فخير نعطيكم بعض منها فلو اتصل بك شخص على سبيل المثال حتطلع لك الشاشة هذه ففي بعض الناس يعتقدوا أنه يفتحوا المكالمة أو يسكروا لها ضروري يسحبوا باليمين أو بالإيصار فإنه ممكن يتحكم في الرد أو عدم الرد عن طريق الإطار الدوار فإنه ممكن نقوم بالعملية هذه وحنسكر عليه وبالمثل في الصبح لما يشتغل المنبه فإنت ممكن يتوقف المنبه عن طريق لفة باليمين بدل ما أنك أنت تقايد دور في الشاشة وتحاول أنك أنت تسحب أيضا في ميزة مهمة بالنسبة للإطار الدوار في فتح التطبيقات أنتم زي ما عارفين هذه هي القائمة الرئيسية لفتح التطبيقات الآن تحتاج أنك أنت تدور الإطار هذا بشتمشي للتطبيق اللي أنت تبي تفتحه ولكن بش تفتحه ضروري تضغط على الشاشة بالطريقة هذه وحيفتح لك التطبيق الآن هنوريكم الطريقة أنك أنت ممكن تفتح التطبيق عن طريق الإطار بدون ما تحتاج أنك أنت تلمس الشاشة فباختصار تمشي للإعدادات عن طريق الذهاب إلى قائمة الرئيسية تنزل تحت للتطبيقات تنزل تحت لفتح التطبيقات تلقائيا حاليا وقفة شغلها الآن اللي يصير أنك أنت لو قفت على التطبيق لمدة ثانيتين تقريبا حيفتحه معك فنفترض هنفتح تطبيق الهاتف من جديد نمشي له نوقف ثانيتين تقريبا وحيفتح معي الآن نتكلم على سكرينشوت أو لقطة الشاشة في الفيديوهات السابقة إلا مشرحت لكم على الاكتف تو على سبيل متال سكرينشوت أنك أنت تضغط الهوم أو زر رئيسي وتسحب من اللي صارت لليمين ولكن تغيرت بحيث أنك أنت تضغط على الزرين في نفس الوقت بالطريقة هذه على طول حياخد معاك سكرينشوت وعلى طول حيرسلها إلى هاتفك مباشرة أو ممكن أنت تمشي للمعرض وتشوف الصورة اللي التقتها هنوقف شوية هيفتح المعرض وهذه الصورة اللي التقتناها لكن أيضا فها ميزة مهمة وهي في موضوع أنك أنت تاخد سكرينشوت طويلة فعلى سبيل المثال لو مشانا لسامسونج هيلت أو تطبيق الصحة بس لنيني نبي شاشة طويلة فلو مشانا لي على سبيل المثال التدريب ونزلنا مثلا تحت وشوفنا التدريب هذا على سبيل المثال فزي ما انتم شايفين هنا طبعا هي صفحة طويلة فخي نجرب ناخد سكرينشوت أو لغة للشاشة على طول حيطلع لي الخيار هذا فأني ممكن ننزل تحت ممكن ننزل تحت أكثر لغاية ما تنتهي الصفحة بعد أن نضغط على تم بالنسبة للنقرات على الشاشة لو انقرت ثلاثة مرات حيكبر لك الشاشة أو يعطيك المشرفة على سبيل المثال واحدين ثلاثة حتكبر الشاشة وتقدر انت تشوف الأرقام بصورة أوضح ولكن لو انت ضغط لتا مرات حترجع من جديد لو ضغط بيسبعين حتخليلي الشاشة بالشكل هذا أبيض وسود بيش تحافظ على البطارية فانت لو شفت أن بطاريتك ناقصة وانت خارج البيت ممكن اتفاعل النظام هذا بكل سرعة وسلاسة بحيتي خليليك الشاشة كلها بالأبيض والأسود وهيحافظ على البطارية ولكن طبعا ضروري اتفاعل هذه الأشياء فتمشوا للإعدادات تسحب من فوق تمشي للإعدادات تنزل تحت لغاية ما نشوفه إمكانية الوصول تنزل تحت تحسين إمكانية الرؤية وتفاعل هذه النقرة الثلاثية للتكبير فاتفاعلها بحيث لما تضغط ثلاثة مرات تكبر لك الشاشة نرجع الخلف نمشي للضبط المتقدم ننزل تحت الوصول المباشر النقر ثلاثة مرات بإصبعين اتشغلها وتختار الخيار هذا الثاني تدرج الرمادي أو الجريسكي فلما نضغط ثلاثة مرات حيحولنا الشاشة إلى غابد والسود نضغط ثلاثة مرات ثانية حيحولها بالألوان أيضا في ميزة جميلة جدا في الساعة تحسسك وكأنها ساعة عادية يعني تقليدية وليس رقمية والميزة هذه كانت موجودة حتى في النسخة السابقة وهي باختصار أنك أنت لما تشغل واتش فيس موجود في عقارب ممكن تسمع صوت العقارب في التواني يعني تك 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 فخلينا مثلا نفعل هذا الواتش فيس هذا الواتش فيس الرئيسي بعدها تمشي لي الإعدادات تنزل تحت لي الأصوات والإهتزاز تنزل تحت إلى أصوات النظام صوت تقطقة في العادة ستلقاها واقفة فشغلها الآن اللي يصير أنك أنت هتسمع صوت الثواني يقول تك 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 فحنحاول نقرب الساعة للمايك وإن شاء الله تقلوا تسمعه الآن لو عجبتك الحركات لحد الآن يريد تدعمنا بلايك وأيضا تشترك في القناة لو مش مشترك واتفعل جرس التنبيهات بش يصلك منك والجديد شكرا الآن خلينا وريكم كيف تعدلوا في الشاشات الرئيسية على سبيل المثال هذا الزر الهوم حيدخلنا طبعا إلى وحدة التطبيقات وحنلاقي فيها طبعا جميع التطبيقات فمنحن ممكن أن نعدل الشاشة هذه عن طريق ضغط والاستمرار في الضغط فهذا هو وضع التعديل زي ما أنتم شايفين فهنا حتشوفوا علامة السالب على التطبيقات اللي أنت ممكن تمسحها ولو تبي تحرك التطبيقات من مكانها فأنت تضغط الطريقة هذه وتسحب وتحط التطبيق في المكان اللي يعجبك أيضا بالنسبة لشريط الإشعارات اللي من فوق فحيتكون في مجموعة من الاختصارات تقريبا ستة وستة وثلاثة فممكن أنت ما تستخدمش في الخيارات هذه كلها وما تحتاجهاش أو أنك أنت تحتاج شيء إضافي فتضغط مطولا وهنايا حتكونت في وضع التعديل أي اختصار أنت ما تستخدمش فيه ممكن تمسحها أيضا ممكن تغير المكان وأيضا ممكن تضيف اختصارات جديدة غير موجودة في الشاشة والشيء هذا ينطبق حتى على بعض الواتش فيس فبعض الواتش فيس والاء الزيز ممكن أنك تخصصهم بالطريقة اللي تحب على سبيل المثال الوجه هذا فأنت ممكن تضغط على تخصيص ولما تضغط على تخصيص ممكن تغير الألوان ممكن تغير العديد من الأشياء وهو وصلا نوريك يعني كما هي الحالة التي ممكن تغيرهم فهذا اللون على سبيل المثال فممكن أن تتغير ممكن أن تخليه أخضر على سبيل المثال هنا لدينا الخطوات هل تريد أن تشوف الخطوات أو تريد أن تشوف شيء ثاني مثلا البطارية أيضا ممكن تغير الإختصار خاص بها وجميع الإشعارات الأخرى الطقس والحرارة ممكن أن تريد أن تحط شيء ثاني فممكن أن تعدلها شوفوا كلمة التخصيص لو لقيتها تحت أي واتش فيس اضغط علىها وشوف الخيارات اللي قدامك تميزة أيضا رهيبة في موضوع الواتش فيس بحيث أنك إذا لم تحتار أي واتش فيس تستخدمها اليوم ممكن الساعة تساعدك وتشوف أنت شنلابس في إضاك اليوم وحتعطيك واتش فيس يعني يمشي مع اللبسة اللي أنت لابسها فأخي يمور لكم كيف أنك تمشي للهاتف تفتح Galaxy Wearable تمشي لأوجه الساعات طبعا هذي جميع أوجه الساعات الموجودة في الهاتف تمشي للواتش فيس اسمها اسلوبي تضغط علىها مرة واحدة الآن بعدما تختارها تختار التخصيص هنا ممكن أتغير طبعا الشكل بالطريقة هذه زي ما أنتم شايفين في الساعة ولكن مميزة إنك أنت ممكن تضغط على الكاميرا فعلى سبيل المثال لو صورت الصورة هذه مفروض يكون لون أزرق أو خلينا مثلا ناخده السيلفي على سبيل المثال أهم شي طبعا توري التيشيرت اللي أنت لابسه موافق فحيقول لك وحيرجعك للخيف لو ضغطت عليه مرتين مش هيصير شي لو ضغطت عليه مطولا حيفتح لك السامسونج باي أو نظام سامسونج للمدفوعات طبعا الشي هذا لو كان معتمد في بلدك فممكن أنت تفعله لو مش معتمد ممكن تهمله بالنسبة لي الزر السفلي ضغطة واحدة طبعا حيدخلنا على القائمة الرئيسية ضغطتين حيعطيك آخر تطبيقات أنت فتحتها زي الريسنت أب يعني في الهواتف فأنت ممكن تفتح واحد من التطبيقات هذه أو تضغط على إغلاق الكل لو ضغطت واستمرت في الضغط حيفتح لك تطبيق معين والافتراضي هو البكس بي فأنت ممكن تعد لهذا من القائمة الرئيسية لو مشان لي القائمة تنزل تحت للميزات المتقدمة مفتاح الشاشة الرئيسية الضغط مرتين طبعا زي ما قلنا التطبيقات آخر تطبيقات لكن تمكن تغيرها ممكن تخليها قائمة التدريب ستوديو أي أن كان الوضع الضغط مع الاستمرار أيضا ممكن تغيرها ممكن تخليه قائمة وقف وتشغيل في بدل ما يكون البكس بي في ميزة أيضا جميلة لو سحبت شريط الإشعارات وحتلاقي العلامة هذه زي الميا والبوتر فتضغط عليها ضغطة واحدة واللي يصير أنك أنت تمنع الشاشة من أن هي تكون حساسة لللمس فلو المستها بالطريقة هذه مش حيصير شيء فأنت ممكن قبل ما تعطيها لإبنك أو حاجة أو خايف أن أحد يضغط بشيء بالغلط ممكن أنت تفعل الخيار هذا وعلى فكرة الساعة هذه يجي منها نسختين نسخة الخاصة بالLTE موجود فيها E-SIM أو شريحة إلكترونية فممكن تستقبل وترسل مكالمات حتى لو كنت مش متصل بي الهاتف ولكن حتى النسخة الثانية نسخة البلوتوت ممكن عن طريقة تستقبل وتجري مكالمات حتى لو أنت كنت بعيد عن الهاتف تشبك الساعة بالواي فاي فتسحب لتحت تضغط على الواي فاي وتربط الواي فاي بالساعة وبعدها بما أن الساعة مربوطة بالإنترنت وجهازك في البيت مربوط بالإنترنت فتقدر زي ما قلت لكم ترسل وتستقبل مكالمات ورسائل ولكن فيه إعدادات في الهاتف ضرورة تفعلها قبل فمع الهاتف تمشي تطبيق Galaxy Whirlpool هذه الساعة قدامنا فتنزل تحت لغاية ما تشوف الحساب والنسخ الاحتياطي اتصال عن بعد حاليا مشغل فأنت تأكد أنه هو مشغل باش يسوق الإشعارات والرسائل والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك أيضا من المهم أنك أنت تفاعل مزامنة ضبط الهاتف فمزامنة شبكات الاتصال باش أي شبكة أنت متصل بها بالهاتف الساعة حتتعرف عليها وتتصل بها أوتوماتيكيا وبما أننا هنا في تطبيق الهاتف أخير نوريكم بعض الأشياء اللي ممكن تعدلوها من هنا ففي حاجة مهمة هي إضافة محتوى إلى ساعتك ممكن عن طريق التطبيق تضيف مقاطع صوتية إلى الساعة وأيضا تنسخ الصور إلى الساعة فأنت ممكن تنقل أي مقطع صوتي أو صورة إلى الساعة وممكن حتى تخلي شيء هذا أوتوماتيكي فلو ضغط على المزامنة التلقائية أي صورة جديدة تلتقتها أو أي مقطع تضيفها إلى جهازك حتنضق المباشرة إلى الساعة ولكن أعرف أن الساعة فهت 8 جيجابايت فقط بالنسبة للذاكرة الداخلية فنما نصحكش أنك أنت تتفاعل المزامنة التلقائية في أيضا ميزة العثور على ساعت لو ضاعت منك الساعة ممكن تضغط على بدأ والساعة حتصدر صوت عالي بحيث تلقاها وأيضا ميزة هذه موجودة في الساعة نفسها فلو مشينا لقائمة الإعدادات هتلاقي حاجة اسمها العثور على هاتفي أيضا في ميزتين نصحك أنك أنت تتفاعلهم لو تمشي للإشعارات عرض ضبط الإشعارات فتح تطبيقات تلقائيا على الهاتف هذه هي غير مفاعلة باختصار لما أنت توصلك رسالة على سبيل المثال في الساعة فلو أنت على طول اخذت جهازك حتفتح نفس الرسالة هذه على الساعة أيضا لو مثلا وصلك إيميل أو أي إشعار يوصلك فالتطبيق اللي وصلك من الإشعار أول ما أنت تمسك جهازك حيفتح التطبيق تلقائيا أيضا في ميزة تانية مهمة أنك أنت تفاعلها وهي الفول ديتكشن أو التعرف على السقطات فلو تمشي للنجدة هذا اسمه اكتشاف الانخفاضات باختصار هي لو أنت طحت على الأرض أو قعت فعلى طول الساعة حتفتح نفسك تقول لك هل أنت بخير أو لا ولو كانت في مشكلة على طول حتبعت رسالة إلى جهة اتصال الطوارئ فأنت ضروري تحط جهة اتصال سواء كانت زوجتك أو الوالد على سبيل المثال فلقدر الله لو تحط تقول لك الساعة هل أنت بخير أو محتاج مساعدة لو قلت أني محتاج مساعدة على طول ترسل رسالة إلى الشخص اللي أنت حطيته في جهات اتصال الطوارئ الآن خلينا نكلمكم على بعض التطبيقات الجميلة أول تطبيق وأهم تطبيق بالنسبة لي هو تطبيق التحكم بكاميرا الهاتف فهذا التطبيق يسمى موحي التحكم بالكاميرا لو فتحته حيفتح لك تطبيق الكاميرا في الهاتف مباشرة وممكن عن طريقة تأخذ صور وتأخذ فيديوهات ودير أي شيء تتبيه بدون ما تلمس الهاتف زي ما أنتم شايفين لو ضغط مرة واحدة على طول حياخد لي صورة وعلى فكرة ممكن تغير الأوضاع من الهاتف وحتتغير على طول في الساعة في تطبيق تاني نشوف أنه هو أخطر من التطبيق هذا لأن هذا التطبيق الرسمي من سامسونج ولكن هذا التطبيق موجود في المتجر الخاص بالساعة اللي هو Galaxy Apps فالتطبيق هذا فكرة أنه هو يستخدم كاميرا الهاتف من دون ما يفتح تطبيق الكاميرا فخلينا نفتحها الآن وحتشوفوا أن تطبيق الكاميرا في الهاتف مش هيفتح معي ولكن أنا نقدر نشوف الكاميرا نقدر ناخد صور نقدر ناخد فيديو مع أن تطبيق الكاميرا في الهاتف ما زال مش شغال بصراحة الحركة خطيرة جدا عن طريقها ممكن تاخذ صور وفيديوهات من كاميرا الهاتف بدون ما حد يعرف أيضا من التطبيقات اللي شفتها مفيدة مسجل الصوت عن طريقة ممكن تسجل صوت يعني ندوات، محاضرات، لقاءات، انتريفيو، مقابلات وما إلى ذلك بدون الحاجة إلى الهاتف أو مسجل صوت فقط عن طريق الساعة ممكن تأدي الغرض أيضا من التطبيقات المفيدة هو تطبيق الأوتلوك تطبيق الأوتلوك معروف طبعا خاص بالإيميلات فلو أنت عندك الأوتلوك في جهازك أي إيميل يصلك في الهاتف حيصلك على الطول في الساعة أيضا الساعة تدعم أو تشغيل الشاشة بالطريقة دائمة فتمشي للإعدادات تنزل إلى الشاشة وبعدها تنزل إلى آخر شيء من تحت حاجة يسمى تشغيل الساعة دائما فممكن تشغلها لو شغلتها طبعا هيبتك يشتغل الشاشة معك طول الوقت ولكن أعرف أنها طبعا هيأثر على مستوى البطارية أيضا لو رجعنا إلى الخلف فيهني أسلوب الخلفية ممكن تغير من خلفية الشاشة فحيانا هي السوداء لو اخترت هذا الخيار على سبيل المثال أنا لمشي لقائمة التطبيقات حتشوف أن الخلفية تغيرت وآخر شيء نبني أقول لكم عليه أن الساعة تدعم الشحن اللاسلكي فلو كان جهازك يدعم الشحن اللاسلكي العكسي ممكن تفعله تحط الساعة بالطريقة هذه وحيبدأ تشحن الساعة أيضا الساعة ممكن توصلها بسماعة لاسلكية زي البدز لايف على سبيل المثال لو أنتم مهتمين بها هتلاقوا فيديو ريفيو وأيضا فيديو لفتح العلبة موجود على القناة فزي ما قلت لكم الساعة هذه ممكن تتصل بالسماعة لاسلكيا بحيث أنك أنت ممكن تطلع من البيت بمجرد السماعة والساعة بدون الحاجة أنك أنت تاخد معاك الهاتف كانت تقريبا هذه معظم الحركات والمزايا المخفية ما عاد حركتين مهمتين جدا لو القيت تفاعل في الفيديو هذا إن شاء الله حننشرهم لكن يهمني نعرف أنتم مهتمين بهم أو لا فكالعادة لو أعجبكم فيديو اليوم الشير واللايك وأيضا تشترك في القناة لو أنت جديد علينا وأيضا تفاعل جرس التنبيهات التابعني على تويتر فيسبوك وإنستغرام لنقدم محتوى يختلف على موجود في اليوتيوب وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبكم في الله